لا يا فندم تفضل كلمة مع حضرتك اذا يمكن تقرأ العنوان او لا السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ قلت ان الدين واحد المسلم واحد لدى جميع المسلمين يؤمنون بالله تعالى واليوم الاخر والنبي والانبياء والقرآن والصلاة والصوم والحاج والزكاة وما شابه فلا يوجد خلاف بين المسلمين حول الدين كما يوجد في المسيحية مثلا اختلافات كبيرة بين الكاثوليك والارثدوكس والبروتستان ويعتبرون كل مذهب يعتبرون دين مستقل في الاسلام الحمد لله رب العالمين لا يوجد خلاف على اصول الدين بين المسلمين ولكن الخلاف في السياسة والتاريخ كما قال الشهر الثاني ما شهره سيف بالاسلام مثل ما شهره حول الامامة الامامة يعني الدستور يعني نظام الحكم يعني الان شوفوا انتوا حتى في البلاد العربية الان والاسلامية توجد خلافات حول الدستير حول انظمة الحكم كيف ننتخب الحاكم هل نقبل بالحكم العسكري هل نقبل بالحكم الملكي هل نقبل بالحكم الوراثي ما هي صلاحيات الحاكم ما هي صلاحيات المحكمين مجلس الشورى البرلمان هذه التفاصيل هي التي كانت تفرق بين المسلمين سابقا وان لديه كتاب اخر انوانه التشيع السياسي والتشيع الديني قلت ان التشيع في بدايته كان في القرن الاول خصوصا ما كان في شيء اسم سنة وشيعة بهذا المعنى انما كانوا المسلمون خاصة الصحابة الكرام رضي الله عنهم يؤمنون بالشورى واختاروا ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضوان الله عليهم بالشورى ثم الامام الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية وصار عامل جماعة كما يقولون يعني لم يكن بعد هناك خلاف بين شيعة علي وشيعة حتى معاوية ثم عندما عين معاوية ابنه يزيد وريثا المسلمون رفضوا ذلك اول من رفض الامام الحسين واهل الكوفة ثم اهل المدينة ثم اهل مكة قاموا بثورات آآ غافظين الحكم الجبري او القهري الذي حاول يزيد ان يفرضوا عليهم وكانت الحركة الشيائية حركة واسعة وعريضة كل المعارضة تسمى شيعة حتى العباسيين هم كانوا فصيلا من فصائل الشيعة ولكنهم هم استلموا السلطة فاعرضهم شيعة آخرون مثل محمد ابن عبدالله بالنفس الزكية آآ والثورات العلوية التي كانت تحدث ضد العباسيين والعباسيين كانوا احيانا يتحالفون مع جناح من العلويين ويختلفون مع جناح آخر ذلك الجناح قد يقوم بثورات وحركات مضادة ولم يكن الحكم في زمن الخلفاء الراشدين حكما دينيا يعني او بكر رضي الله عنه عندما اصبح خليفة لن يدعي أنه النبي عينه أو أنه مثلاً معين من قبل الله هو قال يعني حاسبوني إن أخطأت فحاسبوني وأيضاً في آخر عهده حاول أن يستقيل ولكن رفض المسلمون والصحابة استقالته وكذلك حتى الإمام علي لم يكن يقول أنا معصوم وأنا معين من قبل الله وأنا مثلاً أحق بالحكم ربما واحد أفضل نعم الصوت 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 تسمعني أم لا الصوت الصوت في الصوت أي أخ محمد تسمعني أنت الصوت ليس جيد سريم ليس جيد ليس عارف أنا أخ محمد يحكم بيننا أخ محمد أنت معنا أم لا أنا أسمعك بس الصوت ليس واضح الصوت طيب ماذا نفعل لا أدري ماذا نفعل أقول يعني العباسيون العباسيون بفترة متأخرة أضفوا طابعاً دينياً على الخلافة فأصبحت الخلافة هي خلافة الدين والدنيا اسمعني بس السؤال يوجد أحلى نعم السؤال مقاطعة أنت أسمعه تترضى على أبا بكر رضي الله عنه يعني ده مبتهش في شيعي يعني في حضرتك يعني قلت أبا بكر رضي الله عنه نعم طبعاً فده الشيعة لا يترضون على أذكر مش كلهم يعني ليس كل الشيعة نعم لا الشيعة يترضون أيضاً المتطرفون فقط لا يسرون نعم من أي فرقة تنتبيل أي فرقة لا التشيء حركة سياسية قديمة حركة سياسية قديمة قبل 1400 سنة 1300 سنة الآن في الحقيقة هي مجرد أسماء تاريخية ليست حقيقة وعندي كتاب آخر اسمه لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلاف الطائفي الآن المسلمون جميعاً يؤمنون بالإسلام ويؤمنون بالنظام الشورى أو النظام الديمقراطي أو الانتخابات فلا فرق الآن في الحقيقة لا فرق رئيسياً بين الشيعة والسنة لا يوجد هذه أسماء تاريخية قديمة السنة يعني كانت في مرحلة من المراحل حسب تعريف الإمام أحمد بن حنبل كان يقول أصول في كتابه أصول السنة أن السنة هم من يعمل كذا ويؤمن بكذا ويؤمن بكذا ويؤمن حتى بالإنقلاب العسكري أي واحد يسيطر على السلطة يصبح أمير المؤمنين ويحرم على أي إنسان أن يبات في الليل ولا يؤمن بإمامته أو يؤمن بأنه أمير المؤمنين هذا الفكر الآن غير موجود عند السنة عامة السنة في العالم الإسلامي يؤمنون بأن الحاكم يجب أن يكون عادلاً وينتخب من الناس من أهل البلد ويكون هناك نظام شورى ومحاسبة ونقد فالفكر الإسلامي كله تطور الفكر السيعي والسني تطور إلى الإمام بالإسلام والنظام الديمقراطي فهذه أسماء تاريخية يعني نحن تجاوزناها والحمد لله رب العالمين لا نؤمن بما كان يؤمن بيئة المتعصبون أو المتطرفون أو الغلاث من هذه الفئة أو تلك الفئة تحسن طيب لو سنة